موسيقى 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 في دقيقتين السيد عبدالسطار الزيرعي لو تعرفنا بروحك رحبوا بالجميع مرة أخرى معكم عبدالسطار الزيرعي المترشح على دائرة سوق جديد سيدي بوزيد الشرقية الأستاذية في التاريخ نرشط المجتمع المدني أعمال حرة ترشحنا المجلس النواب بطلب من أهلنا الكرام وإن شاء الله ربي وفقنا ووفق البلاد والعباد والحمد لله مزال عندك وقت سيد عبدالسطار الزيرعي أوكي أوكي خيروا الكلام بقل ودل نتعد للمحور عدد 2 لو تعطينا فكرة على برنامجك الانتخابي سيد عبدالسطار شوف البرنامج الانتخابي ما أدراك ما البرنامج الانتخابي نحن تقيم من دورة الاستقلال من 56 البرنامج الانتخابي كلها عبارة على حبر على ورق أنا شخصيا أكيد من تصورش سمع حتى المواطن العادي عنده برنامج لكن باش من من ورطوش أنفسنا ونسقطو في فخ الوعود الفارغة نحن بالطبيعة من ضمن برامجنا هو استقرار البلاد وتوفر الإرادة السياسية والوحدة الوطنية واللي ابتعادة على الفتنة وهذا في حد ذاته برنامج وأكيد بهذا البلاد باش ترتقي وتولي عنا برامج وأنا كمترشح أنا واعد حتى أهلنا الكرام بالدائرة أن مجرد وصولي إهل البرلمان باش نقعد مع المجتمع المدني وأكيد نشوفه المطالب الحرقة لكل جهة ولكل عمادة ولكل معتمدية ولكل قرية وبإذن الله وبحاول له أكيد الشيكون عنا برامج مرهون باستقرار وضع الاقتصادي والاجتماعي وبخزئن الدولة نحن هكتشوفه المطالب الحرقة والاقتصادي والاجتماعي متهري نتيجة معركة سياسية فاضية وفارغة نتمنى فعلا أنه توقع وحدة وطنية واستقرار سياسي وهكذا كان متأكدا أنه تونس بحاول له وبإذن الله باش تلتحق بصفوف الدول المتقدمة ولهذا مطلب للشعب التونسي أنه يبعث ناس صادقة لخدمة البلاد والعباد لأنه بالفعل تجاربنا الماضية وهذا علاش ثم عزوف من طرف المواطن التونسي على الانتخابات لأنه معاش عمد وثيقة في السياسيين ونتمنى وفا وقتك ساجد عبدالسطة نمر إلى سؤال عدد ثلاثة عدد ثلاثة تفضل ما هي تصوراتكم بالقطاع الشباب والرياضة صيد عبدالسطر؟ تصوراتنا القطاع الشباب والرياضة شوف الشباب نشوفوا فيها عبارة على هارب الشباب عنده عزوف الشباب بثم غزو ثقافي كبير حسب رأي بالفعل يجب أن الدولة تركز على المسألة هذه لأنها مهمة جداً وتسترجع الشباب اللي يشوفوه اهتمامات واهتمامات أخرى بدون حتى ذكرها ونعرفها الكله والمجتمع التوسي يعرفها انتلاقة من الأسرة للمدرسة الشاب ضائعة بحكم عدم الشغل وبحكم الظروف وبحكم حتى الفساد الأخلاقي وبحكم توفر أشياء أخرى إلى درجة يعني معنش حتى حل غير أن بالفعل الدولة تعمل برامج اللي هيكلة الشباب وليرجعوا إلى الواقع حتى يكون فاعل في المجتمع الرياضة بالطبيعة الرياضة يلزمنا إنجازات كبيرة ويلزمنا مؤسسات رياضية كبيرة خاصة في سيدي بوزيد وبرشة ولاية أخرى مهمشة وإن شاء الله ربي يقضى الخير وربي يحفظ ببلاد العبد مزال عندك واقع سيد عبد الشباب أوكي نمر إلى ما نسقطوش في مسألة الوعود الفارغة كما قلت إذن نمر إلى سؤال عدد أربعة من المحور الرابع عندك مساحة حرة سيد عبد ستار لمدة دقيقتين تفضل أنك الملك مساحة حرة مساحة حرة قبل كل شيء يسعى أدعو أهل دايرتي سيدي بوزيد الشرقية للخروج بكثافة للرد على ما يسمى بالمعارضة وكأن العزوف هو نتيجة لغضب الشعب التونسي على الدولة لا لا العزوف هذي أسبابه معروفة أسبابه كما قلت هو فتنة في تونس معركة سياسية إيديولوجية فارغة ولهذا معناش حتى حل غير أن بالفعل نوحده وغير أن بالفعل ننظر المصلحة بلادنا حتى نتجاوز هالمشاكل هذه السياسية وهكا يوقع استقرار اقتصادي واجتماعي وتونس بإمكانها تلتحق بصفوف الدول المتقدمة لأنها تونس خيراتها كثيرة وبإذن الله وبيحاول الله الشعب التونسي قادر على أنه يتجاوز المرحلة الصعيبة هذه وبإحاول الله بيحاوله سوف ننجح وستستقرر تونس وبإذن الله بيحاول الله بإمكاننا تحقيق هذا هكذا وصلنا إلى نهاية الحصة الحوارية مع المترشحين زوز سيد عبساتر زيرعي والتهامي عبدولي متغيب عن دائرة سيد بوزيدة الشرقية والسوق جديد حظة موافقة للجميع ترجمة نانسي قنقر